اشتركوا في القناة 2013 من بعد صلاة العشاء كانوا قاعدين في مجلس توزيع سوى الميراس لزوجة ابني المتوفى فدخلوا معاليهم دخلوا عقليهم خدهم سبع رجالة من يوميها ما اعتقلوا قاعدنا 21 يوم ما نعرفش عنهم اي حاجة خالص كل مرة نسعلمهم في اي حتة ما نعمش عارفين فيهم وما فين واخيرا عرفنا انهم راحوا من طرى في الجيد الحراسة بعد 21 يوم اول زيارة لينا كانت في شهر واحد وبعدها ادخلنا في شهر واحد كذا زيارة كنا كل اسبوع زيارة وبعدين يوم 22 من يوم 22 اتقطعت الزيارة منعونا من الزيارة من يوم 22 واحد اتقطعت زيارة تحرمونا من الزيارة قالوا ممنوع عنهم الزيارة عقابة لهم عشان مش عارفة ايه اللي حصل منهم اعترضوا حاجة على المعتقلين اعترضوا على حاجة الله اعلم ان اعرفش ايه اللي حصل احمد خريج كلية تجارة جامعة الازهر هو اعتقل يوم 24 عشرة من المكتب بتاعه كان بيوزع ورث بتاع اخوه اعتقلوا من المكتب وفي نفس الوقت انا كنت عند والدته هنا لقيت جارتي بتتكلمني بتتصل بيا وبتقول ان في عربيات امن كتير قوي واقفة تحت العمارة بتاعتنا ومدرعتين فانا كلمتوا طبعا ما كانش بيرد علي وشوية عرفت من جارتنا ان العربيات مشت بس فيه كلام عربية هما اللي لسه واقفين وشوية عرفت ان هو هما طلعوا بيو البيت كانوا اخدوه طلعوا بيو البيت انا روحت طبعا تاني يوم لان ما كنتش عارف الكلام ده غير تاني يوم لما اتاخد طلعت الشقة لقيتها مبهدرة جامد جدا طبعا غرفة النوم بتاعتي كانت كلها مقلوبة كل الهدوم على الارض الدولاب مكسور كان فيه مبلغ شايله هو مبلغ كبير شايله في البيت مش موجود كان لسه جايب برضو عدة جديدة احدث حاجة برضو اتاخدت منه الشقة طبعا بهدلوها جامد جدا في كل حاجة لقيها يعني يعني حتى التلاجة مفتوحة من شاء الله من مكانها الغسالة اديب في ريزر كل حاجات دي يعني مش عارفة ممكن احنا مثلا نخبي ايه في حاجة زي كده طبعا ما كناش نعرف عنه اي حاجة لمدة 21 يوم بعد كده عرفنا ان هو في سيجنتورة كانت اول زيارة لينا طبعا كانت بعد مدة كبيرة جدا طبعا اتبهدلنا في اول زيارة ما كناش عارفين اي حاجة لما روحنا لهم كان حالتهم صعب قوي اللبس مبهدل خالص شكلهم نفسيتهم صعبة وكان باين عليهم فعلا كان اصر الارهاق والتعب بس الحمد لله لما كلمناهم وعرفنا ايه اللي حصل معهم هم طبعا كانوا راحوا لاول اسم العبور قعدوا فيهمين وبعد كده ترحلوا على معسكر بنها قعدوا برضو في فترة وبعد كده على سيجنتورة عرفنا ان هم متلفق لهم عضايا كتيرة زي الاحتياز على اسلحة سواء قالي او غيره وعرفنا كمان ان هم تبع قضية اسمها تبع قضية نبيل المغربي عمر هم جمخدوه يوم 24 كنا خارجين كان كنت عند صحوق وكان وداني كنت عند زميلي قعد معاهم وكده ببارك لصحبتي كانت ولدت المهم هو جي خدني جي خدني بعد العشاء بساعة كده لقيته متوتر وعصبي مش علعته سلمت عليه وركبت معاه بعد كده سألته انت ليه عصبي في ايه متوتر ليه فقالي انه سمع اخبار عن اعتقال اخوه واعتقال اخوه بابا في قعدت كانوا عاديين قعدة لتوزيع الورث محمد الله يرحمه اخوهم برده حمد وده طبعا كان معطره جدا ان احنا كنا سمع اخبار ان في ناس عايزينه بالاسم هو واخوه احمد اعبدالخالق ففهمت هو ليمتعصب وقعدت أقول له ما تقلقش إن شاء الله خير إن شاء الله عيطلعه وطبعا زعلت جداً وأنا كمان شدت أعصابي زايه بالزبط يضبك وصلني عند بابايا وقال لي أنه هو مش هين في عياض معنا عشان ما يضرهمش ما يضرناش يعني أنا وإخواتي فهيروح في مكان تاني ومكانش عارف يروح فين فقلت له يروح عند أهل مامتي يعني والله يرحمها ففعلاً هو بيت عيلا فقلت له يعني ماما لها بيت كان هناك وناساكنين الزمان في البيت دوات فقلت له فالأفضل أنه يروح هناك يعني فسبحان الله فعلاً طلع بسرعة عشقتنا لما كل حاجة يقدر عليها غيارات ومشرفعية وكده وقام طلع على بيت العيلة في الأمرية فالمام لما رح هناك تتفتحت له استقبلته وكده وقعد قمنت عليه أنه هو وصل فالمهم بعد كده على الساعة واحدة كلمته وقلت له أن الأحسن يمشي من هناك أنه فيه إحساس كده مش كويس أنه لازم يمشي من هناك فقال لي إيه طيب خلاص على الفجر أنا همشي قفلت معاه وكانت الساعة واحدة ونص اتنين ونص بالزبط هم أخدوه بس أنا ما كنتش عارفة أنا عرفت على الفجر لقيت خلته بتتصل بي وبتقول لي أن فيه دوشة حصلت هو طبعاً جيلهم مع صاح 11 فهما ما كانوش عارفين أنه هو في البيت تيتا بس اللي عرفة فبتقول لي أن فيه دوشة حصلت وأن فيه ناس جوموا وملسمين ولبسين السود وكسروا البيت كله ودخلوا عليهم من غير ما يلبسوا هدومهم وأنا خلاتي منتقبات برضو وخلان يتخضوا وزوجتهم منتقبات فدخلوا عليهم كده من غير ما يعملوا أي حرمة للبيت وأي حرمة للناس يعني سواء فيه بنات أو ستات ما فيش فالمهم هي بتتكلم على أنه هم أخدوا حد هم مش عارفين وطبعاً أنا طبعاً عارفة أنه هو ده زوجي فقط قلت لها ده عمر فقلت لها ده مش عمر قلت لها لا عمر زوجي ده جيب الليل أنت مش عارفة طبعاً تخضيت ما بقتش عارفة أتأكد منها الزوية مش عارفة أنه عمر اتصلت بمين اتصلت بخيله فأكد لي أنه هم فعلاً جم بعد كده عرفت أنه هم ضربوه جامد وهو أصلاً لما لقى الدوشة في العمارة وتكسير وكده عارف أنه هم أمن الدولة فابتدى عشان ما يقزيش حد من قريبي طلع وقال لهم أنا عمر عبدالخالق أنا اللي أنتو عايزيني كان فيه باب حديد في الدور الرابع اللي هو عمر فيه أصلاً ده عايز يعني كانت تتحطى للأمان تتا في الدور الخامس وعمر في الرابع فابتدوا ويطلعوا وعملين بيدبوا جامل على الباب الحديد طبعاً عمر زائر معهوش مفتاح للباب فبيقولهم بهدوء أنا هسلم نفسي أنا مش ههرب فبيطلع على تتا طبعاً تتا ستة كبيرة جداً حاجة وسبعين سنة رعب شامل ليها سويت أبنائها تحتيها من النساء وكده وتكسير الببان والخشب يعني كتير قوي عليها كده فعمر طالع عشان ياخد منها المفتاح لأنها مش متمالكة عصابها فوجهوا ليه السلاح وقعدوا يشتموه يشتموه جامد قوي فأما هو قال لهم أنا طالع أخد المفتاح من تتا هاخد بس منها المفتاح ولا حركة ولا مش هارف إيه موم تتا مثل المفتاح فأخذ المفتاح وبيفتح لهم أول ما فتح لهم مسكوه نزولوه في الأرض هاتك يا ضرب في بالأسلحة اللي معاهم وقعدوا يشتموه في أخو الشهيد محمد الله يرحمه بهدلوه وكان أكتر حاجة محزنا بيحكي لي عنه أنه هم يعني جوم في سيرة محمد يعني وخلي بقى شهادة انفعكو مش عارف إيه المهم ابن خالي كان شابها عمر شوية مسكوه هو كمان ما بقواش عارفين من فيهم عمر بعد كده عمر عملوا لهم أنا عمر أنا عمر وهم حاسين أن حد يسلم نفسه بدل عمر يعني فبعد كده تأكدوا أن ده عمر لما دخلوا عند خاله دخلوا في شقة ماما وصدى شقة خالي فدخلوا عند خاله وتأكدوا أن ده عمر تعرفوا منين؟ قالوا أن ده زوج بنت أختي بيجيلكوا كتير قالوا لأ هما بقلهم كتير يعني بيجوز يارات بس ما فيش حد سكن في الشقة دي دخلوا شقة ماما بهدلوها تماما تماما تكسير في كل حاجة العفش كل ما بكسر الدوليب كان فيها زجاج وحاجات لتجهيز أخواتي يعني وكده من كانت تتشايلها لهم هناك في الدوليب بكسرها كلها بهدلوا الدنيا المراتب طبعا في الأرض طبعا الصورة المعتادة للأمن الدولة يعني البهدلة وكده المهم حتى قطة التيتا كانت في الشقة دي موتوها داسوا عليها موتوها حقيقي يعني القطة فسبحان الله ما رحموش حتى الحيوان خدوا زوجي نزلوه وبعدين هو كان بيقرأ قرآن سورة تبارك فسك الراجئ الزابط قال له يسيبه وصيبه ده بيقرأ قرآن خدوا الغاية تحت في الحوش قعدوا دابوا فيه يقولوا اعترف 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 ضرب جامد شديد جدا يقول له ما اعترف بإيه لا إله إلا الله اعترف بإيه لا إله إلا الله فقالوا له امو خدوه كان معا عربي عربيته كان فيها تسعة تلاف طبعا واحد ماشي مش عارفش يروح فين ظروفه فين فلازم يكون معاه فلوس ففتحوا جايين بيفتحوا العربية كسس بقوا أفلام واحد قال لهم واحد من الأمن الدولة قال لهم حاسب لا يكون حاطة كنبلة في العربية يفجر فينا فقالوا له لا روح انت الواحدة وفتحها ففضلوا كلهم على جنبه وخايفين جدا وبعدوا وراحزوا جي فتح العربية خدوا فيها منها كل حاجة منها جاكت أخوه اللي توفى ودي كان طبعا حاجة غالية عليه وخدوا منها الفلوس وقاموا خدوه ومشوا جم عندنا في البيت اللي بتاعنا شاكتنا خدوه من الأمنية وراحوا بيه على شاكتنا خلوه يفتح وقال لهم يعني هو ما طلعش معاه فقال لهم بلاش يبهدروا الشاكة فوق يعني كلها هم دخلوا بقى على شاكتنا بهدلوها برضو نفس الهدلة بس أقل شوية الحاجة عبدالخلق كان هو بتشغل في الجيش شغله في الجيش يعني متطوع في الجيش وكانتشغل في رسلاح الطيران طول عمره وأخلاقه طيبة عمره ما خد جيزه هو في الجيش خالص في طول 5-20 سنة بيخدم في الجيش ما خدش يوم جيزة ما خدش يوم أي حاجة ما شغل حمد الله حتى لدرجة أنه أخلاقه طيبة ومعاملته الحسنة مع الناس تعينوه في القضايا العسكري يعني القضايا العسكري دايماً يلملوا الأخلاق الحسنة بتعامل مع الناس بالحسنة خلص وتقدم استقالة مبكرة يعني أسباب يعني كان عايز يزود دخل وكده فالمهم أما خلق وخرج بقى ما شاء الله يتخرج والشغل برة ما فيش أي حاجة والحمد لله وربنا ولادنا معي أربع أولاد منهم أحمد المعتقل دلوقتي أحمد دخل اكتجارة تجارة الأظهر أخلاقه طيبة واسألي عليه في العبور كل لها دي ما شاء الله كله بيشير على الأخلاق أحمد بيحب يساعد الناس يحب يعمل كل بيعملهم بالحسنة هو خارج واخد تجارة تجارة الأظهر ما شاء الله معاهم ولد معاهم بنته ولد أروى ومحمد يعني ومذوقت والد الجلب والدت وهو مش موجود يعني اعتقلوه ومذوقت والدت في شهر اثنين يعني والدت ويوجودها مش موجود ومعايا عمر اللي هو المعتقل التاني عمر برضا خارج أصول دين عمر دا ما شاء الله مش هلقولك أصول دين يعني كان جاي بالتسعين في المية وجاله دار علوم وقال قلية علوم مرضيش بقلية العلوم ودخل قل أصول الدين علشان أنشر الدين ويا أمي عشان يبقى كذا وقال مهم ومشاء الله دخل أصول الدين ودخل قسم حديث وتخرج وكان بيحضر ماجستير وربنا يجاز المفتريين اللي حرمون كل وحرمون منهم وحرمون وما فيه ما عملناش أي حاجة وعملينهم إرهابيين الإرهابيين دول كان والله أحمد والله والله أحمد كنا أنا والحج عبدالخالق وأحمد كنا نجيب الخضار ونعبيه للناس الشنطة بخمسة جنيه ده بخمسة جنيه وده بخمسة جنيه ونساعد الناس وكل عشان نساعد الناس للغلابة ودول عايز عرف طول المعتقائي دول إرهابيين إزاي إرهابيين نجيب مساعد الناس أفهم إرهابي إزاي الإرهابي ما يساعدش حد إرهابي مسك بندقية إحنا ما نعرفش السلاح ما نعرفش إيه عن السلاح واخدوهم كده عنواتا ورموهم في العقرب ومعاملة أسوأ معاملة أسوأ معاملة هناك بيعملون أنا في يوم دخلة بالزيارة عقبني الزابط علشان ابني ده نازل بقول حسبنا الله ونعمل لك العقبني مرديش يخذ مني إذن النيابة ومرديش يدخلني للزيارة تبدأ خلني للزيارة تبدأ خلني الأكل مش من حقك ما فيش فايدة تعقبني ليه أنا عقب تعقبني ليه يعني يا رب حسبنا الله ونعمل وكيل حسبنا الله ونعمل وكيل في المفترين افتروا علينا افترة وربنا يورينا فيهم يوم كلهم كل اللي افتر علينا واللي أخذ ولادي عنوة ولادي أشرف ناس الناس المؤدبة هم كل الناس في شيء بير فيهم في العبوبة اول زيارة ليا كانت صعب علي جدا ان انا اشوفه في وضع زي كده بس هو قاعد يصبرني ويقول لي احنا ما عملناش حاجة غلط وواصقين واملنا كبير في الله ان شاء الله نخرج قريب وانت المفروض تبقى فخورة بيا لان انا مش حرامي ولا اتل قتلة ولا اي حاجة من دي انا اتخذت عشان بدفع عن ديني بدفع عن وطني كان دايما يصبرني يعني كنت صراحة الزيارة لي كانت بتديني تفاقل وامل عبالما اروح له الاسبوع التاني كنت بحس براحة نفسية جدا ان انا بشوفه واتطمن عليه غير كده بقى يعني هي فعلا عادنا ممكن شهر كده او شهر ونصف نزورهم مرة في الاسبوع ونحضر الزيارة انا بجيب التصريح النيابة في يوم اقدمه في يوم واتجي رجع سنين وفتاني يوم وارجع تاني اجي احضر الزيارة طبعا قبلها بيوم احضر زيارة واصحى في يوم الزيارة ده من الساعة ثلاثة والله عشان اجهز الاكل عشان اغضبص ولا اجراله حاجة وبعدين احنا في مدينة العبور للغاية تورا لسافة كبيرة اخرج من هنا سبعة صباحا عبار ما ربنا ينصر ونقف في الطبور يا دي العذاب الطبور ساعة اثنين والله الاسبوع اللي فات انا رحت الساعة ثمانية دخلت عشرة ونص من الباب بس طبور والطبور بقى طبور طويل جدا جدا مع الشمس الحارقة اللي احنا فيها دلوقتي تقى فيه ويخش يقولك حط الاكل حط الاكل على طلعها بالشنطة حطيه على السير تحط على السير والاكل يتبهدل وفيه واحدة وقفة كده ربنا يسمحها تحطي اقلع الجزمة تحطيه على السير وحنا ارهابين يا جماعة ما فيش ايه سبحان الله تحطي كل حاجة على السير وتعدي على السير وتحطي لما اخذ الجزمة تحتك حطي شنطتك وتحطي على حاجتك وتعدي وبعدين تشوفك معاك تطريح نيابة تعدي مش معاكش تصريحة لا ما تعديش خلاص معاك التطريح تشوف وتأيد وتخش تلاقي الطف يقعد بقى شوية وبعدين تركبي تفطف يجي تفطف وديك تحت للسجن وتع تشدد الحراسة دوت تخش تعودي لازم استراحة كده تعودي فيها ما حتربيش عند المبنى خالص يجي الامين الشرطة ياخد الاسم وياخد التصريح النيابة وتعودي بقى طبعا اليام دي ربنا يسمحهم كنا الاول يقابلونا ولادنا نقعد معاهم معادي دلوقتي لأ عملوا ازاز طب عملوا ازاز ليه معرفش يازم ان نتكلم الازاز طبعا ولادي رفضين حاجة مهانة جدا اهانة للبني ادم ازاي انت انا تتكلم معا ابني ولا معجوزة ولا ولادي الاثنين لغاية دلوقتي بقى لي يجي اطبعتش ولا خمس طوش ما شفتهمش يوم يدوبك شهر واحد شفتهم وبعد كده من ساعتها عندنا ستة شهور دلوقتي ستة شهور ما شفتش ولاي لشهر واحد ومن ساعتها عملونا ازاز طبعا اهانة فعلا انا انا رحت عشان اشوفهم فعلا شكلها وحش ازاي انت تسمع كلامي وسري انا كلمة بقول لبني حاجة ولا الجوزة حاجة تسمع انت ليه عملي سماعات وعملي ليه ليه فطبعا ايه الولادي رفضوا وجوزة رفض الزيارة يدوبك روح نسلم الاكل طالما هستلم الاكل بقى في عقاب ديك طالما وجوزك رفض اخر الزيارة طالما هستلمي اكل بس وبقى وجبة نفر بس وجبة يوم النهاردة بس لقى تب ليه طبعا ما طالت تنفار لا هيو وجبة واحد انت معاك تصريح واحد بس يبقى دقبة واحد بس ارجع تاني اسبوع اللي بعدي اعمل التصريح للولادي التاني والاول زوج وبعدين الولادي التاني وبعدين الولادي التاني في ايه ونافس الطريقة كده كل اسبوع انا بعمل بعمل التصريحات على مراحل علشان عرف اروح لهم كل اسبوع لاني مفيش اكل هناك يعني بقول لي زوجي يمقسك ايه قال لي ناقسنا كل حاجاتنا عندنا حاجة اصلا مفيش حاجة يعني انت منك انت وحبسه طب ما تكرموا وتعايشوا عيشة تريمة حبسه ليه وعايز عرف حبسه ليه مفيش تهمة انت ابو كلي النيابة بقول لهم مفيش تهمة طب مفيش تهمة ما تسيبوا وعملوا ارهابي ليه ارهابي 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 مفيش واحد اللي يصف امن دولة خالص مني ان احنا قويسين انت سبسكنا ليه عايز عرف ووزير الداخلية كزب وقول ان احنا ارهابين ارهابين ايه ده انتو الارهاب بعينه انتو اللي بتقتلوا الناس انتو اللي تموتوا الناس ولا عمر قدتنا ولا وان عمر احنا بنتابع سنة رسول الله ان احنا منحرم الدماء تحرم الدماء عندنا محرم جدا جدا انتو في ايه دوروا على سوابقنا مالناس سوابق مالناس اي حاجة احنا ناس الحمد لله مسلمين مسلمين جدا جدا واسألوا علينا في كل حتة ابني ماليوش جسي جسي ماليوش جسي عمرين ما دخلنا عملي دولة عمرين ما دخلنا اسم قال لها اللي قال لي بطاعة ولا حاجة مش عارفة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين او شقولها الحمد لله على كل حاجة الحمد لله رب العالمين ربنا يردهم لسلمين والحمد لله وكفانا وكلا الحمد لله الحمد لله رب العالمي 25 يناير فجئنا بأخبار كلها جديدة علينا وأخبار بصراحة كانت سبب حزن جديد لنا أني ما فيش زيارة وأن الزيارة تتلغي وأن الزيارة تبقى كل 15 يوم وأن الزيارة الزيارة كانت أصلا عبارة عن غرفة كان فيها تربيزات مستطيلة وفيها أعداد كده برضو مستطيلة نعود عليها كان بنروح بنسلم عليه وبيحضن أطفاله وبيبصهم ونعود كلنا حوالين بعضينا فجئنا من الزيارة تلاتين دقيقة كان الواحد ما بيحسش بيها يعني إحنا بنتعذب جدا في الزيارة بنعود ساعتين في الطبور وغير تحضير الأكل قبلها بيوم كل الحاجات ديات وكلها تلاتين دقيقة كانت بتمر كده يعني هوى يعني الولد يكلم بابا شوية التاني يجي بيكلم بابا شوية يقضي يقول لي كدو متين شوية يسلم على والدته شوية أصلا كانت فجئنا بعدها أن دي حتى اللي هي كل أسبوع الزيارة لكل أسبوع دي هتتلغي هتبقى كل 15 ريوم وأنهم خادوا الهدوم اللي إحنا كنا جايبناها لهم التقيلة كلها والبطاطين بتاعتنا لموها وأنهم لموا منهم الشباشب بتاعتهم فإزداء وإحنا في برد حتى الشبشب مثلا لأ بجد حاجة غير إنسانية خالص كلها يعني ألم وواجع المهم طبعا يعني حاجات كلها صعبة المهم بعد كده اتأكدت لنا الأخبار وأن الزيارة فعلا ممنوعة طول شهر 3 لغاية آخر شهر 3 لغاية أول 3 من 25 واحد لغاية أول 3 أتنين تلاتة كنت قدام تورا ولقيت كلهم متجمع زي زيهم وما فيش زيارة لنا غير بتصريح لازم نوح نعمله ما بقتش زي الأول مفتوحة تروح تخش زيارة يعني لكي لازم تصريح رجعنا تاني عشان نعمل التصريح بعد كده عرفنا إن الزيارة تبقى من ورق زيز وعرفت بعد كده إن زوجي من المدربين على الزيارة ديت من أول 5-4 وإنه هو كان مش موافق خلص بالزيارة اللي ورق الزيز ديت وإزاي يسمعه كلامي وبينه وإزاي يسمع كلامه وبينه وبين أطفاله وبيني يعني فده كان شيء يعني هم يا طبعا بيغاروا علينا جدا فطبعا ما كانش رافد عشان كان من رافد عشان كده يعني وإزاي الأطفال هيروح يشوف الباباهم ونورا إزاي هتفاهمي الأطفال إن فيه لوح إزايز بيفصل بينهم وبين باباهم اللي هما بقى لهم شهرين تلاتة ما شفهوش هفهم طفلي إزاي نوم شينفع يحضن بابا غير في آخر خمس دقايق من الزيارة وإحنا بنسلمنه الشنط صعبة فكده أنا هقلم زوجي طبعا وهقلم طفلي فوافقت طبعا على الإضراب دوت لعله يجيب نتيجة وإحنا منتظرين من أنا من أسبوع لقبل 25 لغاية الآن أنا ما شفتوش خالص خالص ولا أطفالي كتير هما بيسألوا عليه وكتير نفسهم يشوفوه طبعا كلنا بنقلق عليه جدا لولا بس الناس اللي بتروح زيارة وبتقابل مش مدربين هما اللي بيطمنون عنهم وإنهم كويسين إحنا كنا هنبقى في غياب دائم عنهم يعني فدي كانت يعني دي يعني بجد شيء يعني واجع بس ربنا لطيف بينا وإحنا صبرين وهم سبتين وبيجينا أخبار أنهم سبتين وأنهم لا يبالوا طالما في سبيل الله يعني ولدي بربنا يسبتهم يسددهم والله هم أنا بروح كذا مرة ورحت في الأول منهارة وكده أما لقيت الوزير طالع ويقولوا أنهم إرهابيين بقيت منهارة فالمهم قال لي يا أمي والله إحنا الحمد لله سبتين وسببطي وما فيش حابوا يشوف هم اللي بيشدوا من أذري والله هم اللي كان بيشدوا من أذري ما قلت بقابلهم هم اللي كان بيشدوا من أذري والله وبيشد يعني دي وقت الحمد لله للا رب العالمين ما شاء الله عالدهم سبت بيقولوا إحنا الحمد لله أفضل منكم بكتير قيام ليل وصيوم ختنين وخميط واربعة تلافتاشر واربعة شوار او ال قمارية وربنا يسددهم يسددهم يا رب هم وكلهم يفرج علينا جميع من هذه القرب يا رب وحزبنا الله ونعم الوكير لان الحمد الخارموني من ولاد ربنا يحرمهم من كل ما يتمنوا البعد كل حرموني من ولادي يحرمهم من نور عينيهم ербالحابه من أحبى الناس ليهم ده ما حرموني من أحبابي δل الحمد لله الله العظيم أخلاقهم أحمد ده يبث دماغه يبث أمي عناعة رضاكي أمي وعمر كل أولادي من شاء الله الحمد لله كلهم كويسين جدا من شاء الله والله أخلاقهم ما فيش أحسن من كده ما عرفش أم اللي حزبنا الله ونعمل ولكن اللي قال عليهم الرهبين والله أم اللي مفتح من أكشف مفتح مفتح لنبقه في عليها ولا كلمني أي كلمة تغضبني وهم يقولوا عليهم الرهبين يع insistsما يصبوه يبقى كوي وحش ينس تكرهوا يجب أنهم يحبوا من كل الناس وحسبون الله ونعمل وكي حسبنا الله ونعمل وكيل من نهرمهم من كل ما نحبه بهالج الله حسبنا الله ونعمل وكيل حسبنا الله ونعمل وكيل في كل ، كل الفرق بني وبين ولادي وبين جبين وبين جزي specifications حليلة. لأنني وإحنا مش عربيين والله ما متقرائين ولا أي ولا نرم حاجة عن الإرهاب. واحنا أناس مسلمين جدا جدا. كل جرانة بيحبونة تعالي شوفه بس أسمع. جيت. أمه كازا أمه كازا. تعالي حاجة. ما شاء الله والله أناس كلها دلوقتي عارس حاجة عارس حاجة. إحنا زي يا إحمد زي عمر زي ما في شال انت مهتكه. حظبنا الله ونعمل بكير. إنتي هقول على حظبنا الله ونعمل بكير. هقول لي محمد براهيم بص وشوف ولادي يسأل على الولادي يا مفتري ربنا يورينا فيه يا سيسي يا سيسي انت حزبنا الله نعمل انت عايز تقعد على كرسي تقعد على كرسي على دماء النفس على المعتقلين المعتقلات مليانة استجن مليانة مليانة على آخرها مين هيرضى بيك ان انت تكون رئيس جمهورية وانت وكل ده دماء دي فرقبتك انا لو ام انا ما عنديش اهيد ولا حاجة بس انا اتحرقت زي ام شهد بالضبط والله العظيم بكيت بك على يوم رابع ولا يوم تاني ازاي انت ازاي تقعد ازاي على كرسي وانت كل دماء دي فرقبتك ازاي يعني افهم افهم الشعب اهبر والله عبيت ان يرضى بيك انت عايز وعزبنا الله وانعمل في كل من يأيدي السيسي واللي يحلفوا بكلمة واللي يسندوا بأي حاجة عزبنا الله وانعمل وكي طالهم اثباتوا بصددوا وربنا يصبركم ويفك أسركم وان شاء الله نصر قريب وان شاء الله بأمر الله نتقابل على خير بأمر الله وربنا يجمع بيننا كلها وربنا يصدقوا ويسابقوا وقوى امانكم وكفيكم شر حاكم ظالم يا ربي يكفيكم شر حاكم ظالم لان فعلا القضاء دو وقت مسيس وانا خايفة جدا بالقضاء يكفيكو شر حاكم ظالم يا LEAD واردوكوا بالكحكم العدل وربنا ينصر الحق وأهله يا رب انصر الحق وأهلك يا رب يا رب انصر الحق وأهل الحق ويا رب انصر الحق وأهل الحق بس يا رب انصرهم وسددهم ويسبتهم هم مولي زيهم كل المعتقلين يا رب سددهم وسبتهم وانصرهم يا رب وانصرنا كلنا نصر مؤذرا على هذا الطغار